من العاصمة الاقتصادية وذيبو وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تطلق ورشة تكوينية حول حماية حقوق الأطفال تنظم هذه الورشة لصالح الإدارات الجهوية للعمل الاجتماعي في ولايات الشمال وعدد من المنظمات الناشطة في المجال لقد وعت بلادنا أهمية حماية الأطفال فصادقت على أهم النصوص الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وعملت على تعزيز المنظومة القانونية الوطنية وأعدت كذلك استراتيجية وطنية لحماية الأطفال كما عملت على خلق العديد من المؤسسات المتخصصة في حماية الأطفال وذلك تنفيذا لبرنامج مخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيه الغزواني الذي يمنح عناية كبيرة للمجموعات الهشة من المجتمع وبمقدمتها شريحة الأطفال خلال انطلاقة هذه الورشة اطلع المشاركون فيها على مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بحماية الأطفال والأدوار التي ينبغي للمنظمات والأسر المتكفلة بالأطفال أن تؤديها في مجال تمكين هذه الفئة من كامل حقوقها وحمايتها وفق النظم والإجراءات المعهودة إننا في بلدية واضبة نعطي اجتماما بارقا للأطفال لوصفهم بنات المستقبل وذلك من خلال ما تقوم به البلدية من التسييد واضح لبرنامج الدولة في هذا المجال تجهيز حدائق الأطفال وبناء وترميم المدارس وذلك الاجتمام بالتعليم ما قبل التعليم الأساسي والصحة وخاصة صحة الأمة الطفل من جانبها أعربت ممثلة منظمة الهجرة الدولية في نواديبو السيدة سينيس كالورا عن امتنانها بالجهود التي تقوم بها بلادنا في مجال حماية الأطفال وتمكينهم من حقوقهم من خلال موافقتها ومصادقتها على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال وخلال اليوم الأول من الورشة التي تدوم ثلاثة أيام تابع المشاركون عروضا مختلفة تمحورت أساسا حول القضايا المرتبطة بمبادئ حماية الأطفال والإجراءات والنظم القانونية الوطنية المعمول بها في مجال حقوق الأطفال عبدالدود السيدنا الموريتانية مدينة الوديبو